وكأن الثماني سنوات التي حكم خلال هانور المالكي قد حولت العراق إلى نموذج للازدهار والاستقرار حتى يطالب حيدر العبادي بالتمديد للسوداني لأربعة أعوام أخرى لكي يأخذ فرصة إكمال المشاريع كما يراها العبادي أو أن العبادي يعتبر نفسه خطف خطفا من مشروع النهضة الذي أنجز نصفه أثناء فترة حكومته فلذلك بدأ يتحصر ويريد للسوداني أن يأخذ فرصته على سبيل الاستغراب والتهكم يقول هذا الكلام مراقبون علقوا على مطالبة العبادي إعطاء السوداني أربعة سنوات أخرى لكي ينجز مشاريعه متسائلين عن هذه المشاريع وحجمها وتأثيرها على أرض الواقع وما هو المميز للسودان عن سابقيه وبما أن الواقع الملموس هو من يحدد مستوى التغيير والتأثير فمن الناحية الاقتصادية لا تزال الأسواق تشهد تضخما مرتفعا مقابل ازدياد حالات الفقر وبروز أزمة السيولة النقدية وارتفاع نسبة العجز في الموازنة ومن الناحية السياسية حكومة السوداني منبثقة أساسا عن توافق الميليشيات والأحزاب التي تحكم المشهد منذ عام 2003 وهي التي نصبت المالك والعبادي وعبد المهدي وغيرهم تحت مظلة نظام المحاصصة الطائفية وعن ملف النازحين والمهجرين والإعمار والمخفيين قسريا والمعتقلين بذرائع طائفية لا يزال الحال كما هو دون أن تقدم حكومة السوداني أدنى خطوة بهذا الاتجاه وكما يقول المراقبون لو أمضى السوداني عشر سنوات أخرى لم استطاع تغيير الواقع لأن معضلة الحكم في العراق لا تتعلق بالأفراد وإنما بالمسار المحدد أمريكيا وإيرانيا للعملية السياسية وعدم وجود أي رابط بين الوطنية والأحزاب التي لا هم لها سوى تحقيق المصالح الشخصية وخدمة الأجندات الدولية